هذا وتتواصل احتفالات اليوم الوطني السادس والاربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف القطاعات ومنها القطاع الأكاديمي إذ انتظمت في حرم المدينة الجامعية مسيرة العالم التي نظمت من قبل طلبة الجامعة الأمريكية بالشارقة وكليات تقنية العليا في مبادرة تهدف إلى المشاركة في الاحتفال بوحدة الإمارات وتجسيد التلاحم بين الشاب والقيادة وتعكس الأخوة والمحبة والترابط بين أبناء الشعب نظم طلبة كل من الجامعة الأمريكية في الشارقة وكليات التقنية العليا مسيرة العالم بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية للاحتفال باليوم الوطني السادس والاربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة نحتفل اليوم حقيقة بمسيرة العالم ضمن فعاليات اليوم الوطني لدولة الإمارات العزيز على قلوب الجميع هذا العالم حقيقة الذي وحد شعب الإمارات حكومة وأفراد وكل من يقطن على هذه الأرض الطيبة انطلقت المسيرة من بوابة الجامعة الأمريكية في الشارقة بحضور عدد كبير من طلبة الجامعة وتقدمتها الفرق الموسيقية العسكرية وصولا إلى مقر أكاديمية العلوم الشرطية في مشهد يجسد حب الوطن ويعبر عن مشاعر الفخر والولاء والاعتزاز بما قدمته الدولة من نماء وتقدم وتعتبر هذه الذكرة تدل على التطور على المنهاج القائم بشكل علمي ودور ممنهج له في رقي أول شيء طبعا الإنسان ورقي جميع الخدمات والسعي لإسعاد جميع منهم متواجدين على هذه الأرض في جميع الجانب سواء كانت الفكرية الأمور الخدمات والأمان والصحة جميع الأمور الموجودة والحمد لله فعلا وصلنا لصفاف الأمم في خدماتنا الموجودة في فكرنا في رقينا وأهم شيء طبعا الأمور العلمية البحثية في ذكرى قيام الاتحاد عاما بعد عام يبعث أبناء الوطن رسالة مفادها الإصرار على المزيد من العطاء والعمل بجدن والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن وجهل اسم دولة الإمارات شامخا ورايتها عالية خفاقة أتت احتفالات اليوم الوطني السادس والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة من الطلاب من مختلف الجامعات وذلك تعبيرا عن حبهم وولائهم وفخرهم لانتمائهم لهذه الأرض الطيبة لأخبار الدار مجد السويدي من المدينة الجامعية بالشارقة ترجمة نانسي قنقر